أهلا بكم مشاهدين الكرام في استفاصيل ساعتنا الثانية من نشرة النهار عبر شاشتكم الإخبارية ظاهرة انتشرت مؤخرا في وسائل التواصل ألا وهي دفع الأسر ببناتها وأطفالها إلى الواجهة بحثا عن المال بصرف النظر عن القيم والأخلاق ما أن انتهى تاريخ صلاحية الشخصية التي صدرت العائلة للمجتمع إلا وسرعان ما كان البديل جاهزا الدفع بشقيقتها إلى الواجهة لسد الفراغ وإنقاذ الأسرة من الورطة تلك المتمثلة في عدم التفريط بالمكاسب السهلة والخيالية لاستعراض الفتى ظاهرة سعود مشاهير الفلس تشتاح المجتمع واللهث وراء المال يجعل الابتذال وسيلتهم الجاهزة دائما عندما تخفت الأضواء فلا منع من إفشاء الأسرار العائلية أو بيعها بمعنى أوضح فالغاية تبرر الوسيلة أمهات يقحمن بناتهن في عالم التفاهة الكبير لترميزهن سهر وتخطيط هاشتاقات فاضحة ومعيبة تطلقها العائلة ذاتها على حساب سمعتها دون اكتراث إلا بما سيضيفه ذلك لأرصدتها البنكية ومهما سلب من تلك الأخلاق والمشكلة الأكبر هي تصدير مشاهير الفلس على أنهم رموز مجتمعية وتقديمهم كإعلاميين وفنانين رغم فراغ المحتوى إلا من استعراض ملامح الثراء كحديث نعمة هناك أشخاص كفاءتهم تنحصر في التفاهة يغزون المجتمعات قال عنهم أستاذ الفلسفة دكتور ألن دونو في كتابه نظام التفاهة أنهم يتميزون بقدرتهم على استقطاب تافهين آخرين وخلق عالمهم الخاص ويشير دونو بأصابع الاتهام إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي نجحت في ترميز مشاهير التفاهة وحجب النماذج الفعلية للكفاح والنجاح هل يحتاج الأمر لوقفة رسمية ومجتمعية تعالج هذه الظاهرة؟ وقفة لعادة النظر في التحليق بالتافهين إلى عالم الشهرة والثراء نتحدث عن هذه الظاهرة مشاهدين الكرام مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة الهنو في الحكيل مستشارة الأسرية والتربوية أهلا بك دكتورة مساء الخير سعيدني معكم إن شاء الله يكون الموضوع مهم جدا لكل الأسر بإذن الله بإذن الله دكتورة أمكن هذا الموضوع انتشر بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كيف ممكن نصف هذه الحالات التي تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الأسلوب يعني بين قوصين للحضاط من القيم والأخلاق في كثير من الأحيان يا سيد الفاضل هذا موضوع جدا مهم وأيما همية يعني جرح دامي حقيقة قضية التعامل مع السوشال ميديا والمشاهير وقضية استجلاب المشاهدين نبي نأخذها بثلاث زوايا الزاوية الأولى أنت كمشاهد كمتلقي المتلقي لمثل هذه المحتويات أو مثل هذه الخامات من اللي يرفع المشاهدات عندهم أكيد أنت وأنت 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 يلي تشاهد فبالتالي عندنا مشكلة في اللواقط اللي هي البصرية والسمعية نحن كل يوم نسمع ونشاهد ما لا يعنينا ولا يفيدك ولا يعطيك أي مرجعية جيدة أنت تشاهد يوميات تشاهد سخافات تشاهد أمور مالها فايدة بالنسبة لك فبالتالي كيميا العقل عندك أو طريقة تفكيرك أو طريقة تعاطيك مع الحياة تكون بطريقة سطحية يعني أعطي مثال مبسط للسادة المشاهدين لما أنت تاكل وجبة معينة سيئة أو تاكل أكل معين سيئ فترة كيميا الجسم تتغير معها جسدك تغير معها صحتك تتغير معها فبالتالي النصيحة الأولى اللي حبيتني أبدأ فيها اليوم والله العظيم وهذه نقطة نقطة تحول نقطة مهمة جدا استرشد في اللي تشاهده وتسمعه يوميا الهاتف نحن نشوف الجوال معنا في كل وقت المشاهير تلعب لعبة نفسية حقيقية في التعامل مع المشاهد تجيك مثلا من بعض الزوايا اللي يلعبون فيها المشاهير في قضية جلب المشاهد اللعب في زوايا الفضول خلينا نقول بمعنى لما تلاحظ آخر صورة دايما تكون فيها تفسخ قيمي معين اثنين نستخدم إثارة الجدل بحدوث مشكلات جوه الأسر علشان نرفع عدد المشاهدين من خلال فضولهم يبغي يشوف يبغي يعرف فالفضول لما يعمل بشكل دائم من مجموعة من الناس بشكل مستمر في شيء تافه حقيقة بأثر على المجتمعات لما احنا بنستمر نشاهد سخافات بهذا المستوى بشكل مستمر هيأثر على الأبناء أبنانا في خطر وضعنا الآن والنماذج والصور الذهنية اللي عند أولادنا وبناتنا حول الكسب المالي أصبحت أقصر طريق الشهرة أقصر طريق التفسخ من القيم وهذه أزمة والله أزمة الموضوع ما هو تنظيري نهائيا الموضوع التربوي ويلمس كل أسرة للأسف اللي ذكرته قبل وشوفي في السؤال واللي يؤلم حقيقة لما تيجيك الأسر نفسها أو الأم والأب الأم أو الأب هو اللي يدفع ابنه لمثل هذا السلوك سواء كان كبير أو صغير كبير أو صغير هذه إتجار بالأبناء والبنات هذا إتجار سواء كان كبير أو صغير هذا شيء مؤلم بالحقيقة لأنه لأبن عنده مقومات لا توجد مقومات تلقى مقومات عقلية ذهنية محتوي قدمه شيء قدمه هادف نحن موجودين لعمارة الأرض ما نحن موجودين عشان نستعرض فبالتالي لما توصل مستويات التعاطي مع السوشال ميديا أو التعاطي مع النماء اللي شكلت كنماذج الآن لما نفتح الجوالات نشوفهم كنماذج في كل مكان محطوط الصورة في كل مكان موضوع الخبر وكأنه خبر الموسم أو كأنه اختراع جديد للأسف هنا في حتة مسؤولية جدا جسيمة على الأسر على الجهات المسؤولة عن الإعلام جدا لازم نركز على هذه الزاوية بالمحتوى اللي يقدم وبالذوق العام اللي نشوفه ببرة طبق نبغاه يطبق كذلك في السوشال ميديا بنتقل معك نقطة فيما يتعلق بالجهات المسؤولة والمتابعة وأيضا المشاهدين الذين بدأت حديثك بهم لكن من يظهرون بهذا الإسفاف والإنحلال قد تكون هذه ألطف عبارة في ذكرها في هذه المواقع التواصل الاجتماعي ما هي حالتهم النفسية التي تجعلهم يقومون بهذا ممتاز أولا لما تجد الشخص يمارس مثل هذه السلوكيات تكون لها مسببات كثيرة نتكلم عن تنشئة اجتماعية نتكلم عن احتياجات متعددة إذا كان الاحتياج واضح بالنسبة لك لما تشوف الطرح لما يجيك يقول لك أنا والله الآن أصبحت ملياردير أنا الآن أصبحت مليونير أنا من بعد ما طلعت في السوشال ميديا أصبحت غني قاعد يعطي رسالة أنه كان عنده الاحتياج مالي أشبع هذا الاحتياج من خلال التفسخ القيمي هذه أنا فكيت القيم اللي عندي وكبيت القيم اللي عندي وتركتها على جنب وشوفوني يا ناس أنا كسبت مال فبالتالي الرسالة اللي مختصرة اللي تصل وشي؟ أترك قيمك ومبادئك وتهنى بالحياة خدر لي دماغك والعب بجسدك وأظهر جسدك توصل لمبتغاك المالي وهذه أزمة حقيقية إذا أنت ما عندك أساس أو بيسك حقيقي أو مبدأ أو خلق أو قيم فأنت الآن في أزمة في حياتك ولا قاعد تأدي ولا رسالة سليمة الدنيا ممكن لها مال فإحنا الآن هذا الاحتياج الأول اللي ممكن يخليه يدعمه أو يحفز عنده سلوكياته اللي ما لها علاقة بالقيام بشكل مباشر أو يكون عنده قيمة لاحظ كان عنده قيمة أول لكن ترك قيمة لأنه لقى اللذة أو الإشباع في احتياج كان سابقا غير مشبع أوقات يكون القبول بمعنى غير مقبول في بيتها غير مقبول عند أسرتها أو عند أهلها أو ما لقى لفت الانتباه المطلوب مهمل في الأسرة دخل على عالم السوشال ميديا وخلق لعالم افتراضي شعر بقبوله شعر بأنه مقدر فبالتالي أصبح يجد نفسه في هذا العالم فيبدأ بالاستعراض والضحك والتهريج الغير اللي ما لها معنى بالأساس الذي عقده نفسي بالأساس يكون احتياجه هنا فهو أكون لعالم افتراضي آخر قد يكون عالم آخر ويعيش معهم حياة كأنهم فعلا أسرة ففيه احتياجات في الديب لا يعني ذلك أنه كل المشاهير المساوى فيهم ما يسوقهم لا لكن أنا يهمني كونك أنت على منبر وانت إنسان تظهر وشكلت نموذج عند شريحة كبيرة من المجتمع اللي تشاهدك فأنت مسؤول أنت مسؤول عن كل كلمة تقولها أنت الآن قاعد تشكل نموذج للصغير يشوفك المراهق يشوفك الشاب يشوفك فبالتالي أنا كنموذج لازم أمثل هذا النموذج بعض النباذج دكتور الهنوف يعني ممكن نشاهدها أنه البنت راحة جابه بنت ثانية غيرها ويصير فيه بتبادل أدوار أحيانا نشاهد بعض الأسر تستغل أطفالها يعني حتى مها مكان صغر الطفل تبدأ تستغل في شكل يعني فج وغير مقبول نهائيا حتى في مبادئ بسيطة كيف ممكن مثل هذه الحالات استغلال الأطفال سواء أطفال صغار أم ابناك سيد الفاضل هذه التعامل أنت لما تجيب طفل أنت مؤمن عليه وأنا جدا هذا يدمي يدمي ضميري فعلا لما أشوف طفل يستخدم لإثارة أو لكسب مشاهدات الطفل ما كان لك خيار أصلا في هذا الموضع الطفل حرمت من أن يعيش طفل طبيعي يطلع ويلعب ويجي يروح هو كان تحت الأضواء من يوم ما كان صغير فبيكبر بيكون ما هو طبيعي بيكبر بيكون مختلف عن الآخرين ما عاش الحياة الطبيعية فبالتالي أنا ضد ولازم يكون فيه فعلا قوانين صارمة في القضية هذه وأعتقدنا في دول كثيرة سبقتنا في موضوع الأطفال بالنسبة لبعض الآباء أو الأمهات اللي علاقوا لتك بدل فاقدة ويستبدلك ما كسب عيش من شخص إلى آخر من طرف إلى آخر ويستبدل ويعمل عمليات تشويقية للمشاهد إحنا نشوف دائما اللي يلعبون فيه وتر إيش التشويق ووتر إشعال الفضول عندك كمتابع فأنا هنا ما ألوم فقط الأسر ولا ألوم هذول اللي قاعدين يظهرون ويظهرون بناتهم ويستخدمونهم في الاتجار بالأبناء والبنات ما معلومهم فقط هم لقوا داعم هم لقوا من يجيهم يتصل عليهم وعطني يسوي لي الإعلان الفلاني بالمبلغ الفلاني هم وجدوا من اللي يتابعوا يسوي متابعة 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 إحنا الملامين إحنا الشريحة اللي التابع إحنا الملامين تراك أنت تضيع وقتك تضيع طاقتك تضيع وقت كبير من حياتك لو أنت استغليتها بالخمس دقائق هذه في أنك تشاهد بس شي مفيد لدماغك والله هذا التشحم اللي هنا حيروح دكتورة يعني نصف المجتمع تقريبا هم أقل من ثلاثين نعم وهم أغلب يعني رواد الوسائل التواصل الاجتماعي ذكرتي أنه أغلب المشاهير عندهم انفساخ في الأخلاق وما إلى ذلك من أمور يعني هناك علامة استفهام كبيرة يعني كيف يمكن أن يكون تأثير مثل هؤلاء المشاهير على هذا الجيل تمام لما بتشوف الأثر تدري أن مشكلتنا لو بنعمل دراسات على مثل هذه المشاهير تتضح الرؤية أكثر بعد كم سنة أنت الآن لما تشوف الصغار أو حتى عندي اللي يجون في العيادة فعلا أطفال صغار تطمح أنها تكون مشهورة هذا أول أول ما يتوارد إلى ذهنها المشاهدين والمشاهدات الآن اللي عندهم أبنائهم والأطفالهم أكيد أنهم يجربوا كم مرة أنهم يصورون ويعملون فيديوهات فالفكرة وين عندنا أصبحت تؤثر على نشأ بعد عشر سنوات عشرين سنة بتبين الكل من الأطفال ومن المراهقين حاب يكون مشهور الكل حاب أن أفهم الشهرة بطريقة فيها تفسخ يا فيها استعراض برقص أو استعراض بشكل أو استعراض بعلاقة بالجانب الفيزيائي الشكلي فقط وليس العقلي يعني كثير من الحالات لما تجد تتكلم معهم تعاني من بنتها أو طفلتها أنها تبغى تكون مهوسة ومهوسة بعملية الشهرة لما تجد تناقشها البنت تقول أبغى أصير مشهورة علشان الكل يعرفني الكل عشان يصير عندي فلوس فالفكر بدأ يتلوث عندنا مفهوم الشهرة عندنا وللأسف مفتوحة على مصرعيها يعني حنا صار عندنا ولا قطع الواردك في عندنا نقطة مهمة احنا بدأنا نقنن في عملية موثوق للمشاهير لكن أنا أرجو رجاء يعني من هذا المنبر فعلا أنه يكون فيه مقاييس واضحة للمحتوى اللي يقدم مسؤولية ترى هذه مصدر أساسي تربوي اللي هو السوشال ميديا والمشاهير يكون فيه محتوى يراقب بشكل دقيق شكل خارجي يقيم كما يقيم الذوق العام الخارجي أنا ما عمليتي ثارت الجانب البيولوجي أو الجنسي في المشاهدات واللاحظها دائما حتى في اسنابات آخر صورة توضع الصورة اللي فيها جانب من اللاقيمة الجسدية حقيقة وهي اللي تخلي بعض الناس اللي تعودت أبصارهم وأسماعهم على هذا الشيء كان أول يستعيبه وتعود تعود عليه لأن صار شيء عادي عنده يبدأ ياخذ وان تو ثري بسكب 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 لأن يوصل لهذه الصورة فبالتالي ترتفع المشاهدات هي عملية استياد لك كمشاهد فإحنا توعية اليوم أو شيء بالركز عليه المشاهد أهم شيء فيما يتعلق بالمشاهد دكتورة يعني الغريب يعني هذا الجيل ممكن لاحظتي أنا وأنا أكثر ممكن أسأل الناس اللي يعرفهم واللي حولي أنه لماذا تتابع هذا المشهور إذا كنت تعرف أنه ما يعجبك ما يقدم قيمة أصلا لك ولا يعجبك في الأساس ومع ذلك يتابع هذه العملية لما نوجه لأنه ليش تتابع يقول لك والله ما يدري هو ما يدري ما يعطي إجابة يعني واضحة تجاه هذه المتابعة لشخص لا يحبه ولا يفضل أنه يعيش حياته ولا يفضل أنه يكون نفس ولا يعجب فكرة أصلا ولا يعجب فكرة لكن تلقى نفسها زي دخل في مصر يدف فعلا ليش نتكلم وتكلم عنها علماء النفس الآن موضوع الإدمان في استخدام وسائل التواصل أو السوشال ميديا توقع تروح بشكل لا إرادي وانت غير مقتنع ومبدأك ما يتناسب مع هذا الشخص لكنك تتابع مرة تلو مرة تلو مرة إلى ما يغزو فعلا ذهنك وبعد ذلك مبادئك فبالتالي أنا أرجع وعيدها والله النصيحة اللي منذهب اللي يقدمها لنفسي قبل أي أحد عينك واذنك خلقنا له السمعة والأبصارة والأفئدة فبالتالي العين والسمع تؤثر على الفؤاد فبالتالي تؤثر على الذهنية والمبادئ استرشد اللي بتشوفه وتفتح جوالك حاول تقيم سلوكك فيه حاجة اسمها العادات كتابنا قريتها جدا ممتاز اسمها العادات الذرية من ضمن السلوكيات اللي وضحت أنك تراقب سلوكك في اليوم الآن عندنا جوالاتنا توضح كم استخدامك للجوال راجع كم استخدامك شوف أنت وشو تشوف ترى طاقتك قاعد تهدر على ناس تافها ترى دماغك قاعد يستهلك على ناس ما عندها إلا أنها تستعرض لك علشان تتكسب من وراك مبدأ تطلع بمحتوى تسكر الجوال وش استفدتنا راقب فكرك بعد ما أنت تسكر الجوال أنا ماذا استفدت عرفت أنها راحت جت سوت استعرضت عملت ميكب توتوريال أمور زي كذا أنا شا استفدت في النهاية الفايدة صفرية حقيقة الوقت لازم تستثمر بشكل جيد الأسر الرسالة لهم للأسف أن نحن عندنا أسر أسر للأسف بدأوا يدخلون في هذا المعترك الآن الأم والأب مشغولين في الجوال فأنت قاعد تشكل نموذج لأولادك أنه إنشغالك في الجوال هذا شيء طبيعي وعادي أوقات إحنا نحفزهم منكم مشاهير عشان نتكسب من وراهم هذه فيها مسؤولية مفترضة يكون قانونية وواضحة وفعلا للجهات الرسمية لا بدنا تتخذ خطوة في هذا الموضوع على مستوى الأطفال والمراهقين نجي نشوفهم في اليوتيوب والفلوقات وغيرها مآسي الطفل معد قاعد يركز على أهدافها المستقبلية كيف بيبنى وطن هذا كيف بيركز في أهدافها الحقيقية وهو قاعد بس يفكر كيف يكون براق ونجم من خلال شكله من خلال استعراضه هذا أسوأ ما يكون ومن هنا فعلا بيكون فيه درب حقيقي لنشأ قادم حقيقة بعد عشر سنوات عشرين سنة والنداء والله لكل المستمعين ومشاهدين راقب نفسك وسلوكك أنت اللي تزيد المتابعة أنت اللي تزيد العدد والجهات الرسمية والجهات الإعلامية اللي لها علاقة مباشرة في مراقبة المحتوى لابد الراقب المحتوى والراقب طريقة عرض المحتوى نحن نبغى نشكل نشأ قادم جيد قادر على البناء وهذه هي الرؤية وهذا اللي تستهدفها أهم مصدر تربوية الآن هالجوالات إذا احنا ما ركزنا على الجوال والمشاهير اللي فيه لهم يشكلون نموذج أول كان عندك الأسرة المسجد البيت والآن أصبحت الأسرة والسوشال ميديا بشكل كبير هذه المصادر الحقيقية المؤثرة هذا شيء ما نقدر نطلع منه وأثر على العالم كله فبالتالي يركز على ما يقدم بتقدر تنشأ نشأ قادم حقيقي يبني يمشي يحقق نجاحات هذه الرؤية اللي احنا قاعدين نشوف نتاجها الآن أتمنى أنه هذا الكلام يأخذ بعين الاعتبار فعلا ونركز عليه في الزاويتين سواء على مستوى الأطفال الأطفال والنوع المحتوى والعرض اللي يقدم حتى بعض الأسر اللي تقدم شبابها أو بناتها أو مراهقينها كنوع من المحتوى ومراهقينها كذلك يكون يبين على لغة الجسد أنه غير راغب أو غير راضي أنه يظهر لكنه يستخذ كوجبة لإكتساب المشاهدات فنبي نركز أكثر على الرغبة الحقيقية للفرد بعد عمر 18 يكون مشهور قبلها لحق أن ينزل فيديوهات ولا ما لحق لازم يكون في حدود واضحة هل ترين بأنه يجب أن يكون هناك آلية مثلا لدعم بعض المشاهير في التواصل الاجتماعي الذين يقدموا المادة قيمة أو جيدة والله أنا أرى أن هذا الموضوع يحتاج تدخل ضبط رسمي يسمى الضبط عندنا نوعين فيه ضبط رسمي وغير رسمي الضبط الغير رسمي الذي نقوله الآن يا أخوي أستاذ الفاضل نتكلم ونعرض قيمة معرفية سلوكية للمشاهد بحيث أنه لا يزيد متابعات ولا يستهلك طاقته فيما لا يفيد لكن هذا يسمى غير رسمي الضبط الرسمي غالبا هو اللي يضبط الدائرة عندنا المشاهير الآن أصبحت واسعة دائرتهم ضبطهم يحتاج فعلا لائحة واضحة زي ما كانت موثوق واضحة دمينة فيما يتعلق بالقيم هل من الممكن أن تحدد قيم مثلا لها أو للمشاهير أنهم ما يتجاوزونها مثلا في المعالجة أكيد إحنا عندنا مرجعية إحنا مجتمعات عربية ومجتمعات لنا قيم معينة تعزز أصالتنا وهويتنا وهذا اللي نادت لها الرؤية إحنا لما نجي ونشكل عن نفسنا صورة المشهور هذا يطلع عالميا يطلع تريند وغات فيشكل صورة عنك وعن بلدك يشكل عنك وعن بلدك فالقيمة هذه ممكن أن يعمل عليها فعلا حدود واضحة من قبل مختصين ولجنة ممكن أن تقيم وتضع هذه القيم بما يتناسب مع توجه الدولة اللي نحن نرى نجاحاته واضحة بشكل كبير دكتورة في جيل أو في فئة يعني معينة تقول أنك والله هذا المسألة هي مسألة ترفيه أو حرية شخصية أو حرية شخصية ترفيه أو حرية شخصية كيف يمكن يعني الحديثة أو النظر في هذه النقطتين اللي يقول هالكلام اللي يقول حرية أنا ترفيه كيف طبعاً يجدم لك قيمة أو مادة علمية أو شيء تستفيد منها تمام لما إحنا نتركها على مصرعيها ونتركها مفتوحة ترى سبقتنا أمم سابقة بأنها كانت تعتقد أنه بعض الأمور أو السلوكيات ترفيه وأصبحت بعد ذلك تقام لها نضالات للحصول عليها كحق تمام؟ إحنا الآن هذا الموضوع اللي نتكلم عنه مصدر أساسي وخطير مثل دبة النملة شوي شوي حيوصل كل السم هذا حيوصل الفكرة في الترفيه أو في ذا بقول الشاهد ما تشاهده أنت في يومك وعمل لنفسك بريف بس كذا أجلس مع نفسك شوف شاستفدت منه هذا الترفيه اللي أنت تقول عليه وكم استهلك من يومك وكم أخذ من وقتك ومش العائد والاستفادة أنا الآن أبغى يعني أنا قاعد أشوف أنه المجتمع عندنا أغلب من الشباب الشباب كلها الآن متوجهة حتى في قضية التسويق أو حتى في قضية التسويق على منتجاتها أو على عملها أو على بالتدليس ليش الفكر صاير بالطريقة هذه ليش لأنه فعلا وسائل التواصل أو التلاعب اللي قاعد يصير وإحنا نتابع وندري أنهم يكذبون أوقاته ونستمر نتابع ونعرف أنه مغيب العقل عندنا وماشين من باب إيش خليني أشوف خليني أتابع أنا لما أشوف وأتابع أنا بزيد هذه الحالة وبتصبح بدل ما هي مشكلة اجتماعية ظاهرة اجتماعية وهنا النقلة الحقيقية الآن إحنا عندنا للأسف المشاهير عد وغلط وكل المشاهير حقيقة المحتوى اللي يذكر حتى اللي عنده محتوى ما عنده مشاهدين بشكل كبير لأنه الآن أصبحت عندك مشاهدات عالية يعني تافة هذا الأغلب لاحظ اللي عنده محتوى ما يصل متابعاتي اللي ما يصل لها ذاتافة واللي يعرض يوميات أو يعرض سفر وجيه وروحه يعني حتى أثرت على بعض الأسر والزواجات داخل المنازل في كثير من الطلاقات كانت سبب لها السوشال ميديا وتكلمت عنها مجلس شؤون الأسرة أن القضية في التأثير من وسائل التواصل الاجتماعي إذا هذه الحالة اللي داخل اللي في وسائل التواصل الاجتماعي وصلت للأسر وأثرت على طلاقات وهدت أسر يعني تغيرت منظومة فكرية غيرت كيميا غيرت نظرة غيرت صورة ذهنية فهنا الموضوع خطير ما هو شهر والله جميل الموضوع فيه كثير من المحاورة نشكر وجودك معنا المستشارة المسارية والتربوية الدكتورية هنا في الحقيقة شكرا جزيلا لك حسنا وسهلا لكم أي أكبر